أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا تناول علم الجنوم وقد أوضح مركز المعلومات أنه في ظل عالم يتطور بشكل ديناميكي على المستويات كافة أصبحت المعرفة المسبقة للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض معينة دون غيرهم وكذلك معرفة الأشخاص القابلين للنبوغ في مجال ما دون غيرهم أمرا دروريا كما استعرض التحليل أيضا مشروع الجنوم المصري مشيرا إلى أنه له مستقبل واعد فعلى مستوى تحسين الصحة العامة والمبادرات القومية وفي ظل العلاقة القوية بين مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة أولت مصر في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بمستوى الرعاية الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين مستوى الصحة العامة لسكان مصر والحماية من تفشي الأوبئة مصر والحماية من المبادرات القومية